يعتبر عام 2020 من أصعب الأعوام فيما يخص اختبارات السنوية العامة بسبب فيروس كورونا الذي كان له بالغ الأثر على الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء ويتركب جميع الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة هذا العام بفارغ الصبر وسط حالة من القلق والترقب والأخبار المتداولة عن موعد ظهور النتيجة وأقدم لحضراتكم من قناة كل جد حول العالم موعد ظهور النتيجة لهذا العام 2020 مع نسب النجاح في العينات العشوائية أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عام استثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى عام استثنائي على طلاب السنوية العامة وعلى أولياء أمورهم أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني نسب النجاح في العينات العشوائية لطلاب السنوية العامة 2020 في جميع المواد معدى امتحان اللغة الأجنبية الثانية رغم انتهاء أعمال التصحيح وإلى حضراتكم بعض المؤشرات وبعض المعلومات عن نتيجة السنوية العامة هذا العام 2020 سيتم إعلان نتيجة السنوية العامة 2020 بشكل رسمي إن شاء الله بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ونسبة النجاح لهذا العام في السنوية العامة أعلى من العام الماضي أما عن نسب النجاح في العينات العشوائية لجميع مواد السنوية العامة فهي إن شاء الله مبشرة جدا في امتحان علم النفس والاجتماع نسبة النجاح 95% في العينات العشوائية في مادة اللغة العربية 95.4% في مادة اللغة الإنجليزية 92.10% في مادة الفيزياء 79.4% في مادة الأحياء نسبة النجاح في العينات العشوائية 87% في امتحان التاريخ نسبة النجاح في العينات العشوائية 89.1% في الجغرافيا 94.8% الفلسفة 91.8% التفاضل والتكامل نسبة النجاح 87% الجيولوجيا 94.5% الكيمياء 86.3% نسبة نجاح العينات العشوائية في مادة الرياضة التطبيقية 87% وإن شاء الله ستعلن النتيجة في الأسبوع الأول بعد أجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله ومن المتوقع أن تتخطى نسبة النجاح الكلية 75% بإذن الله لهذا العام ندعو جميعا لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق إن شاء الله أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة